اهلا بحضراتكم من جديد لما بنتكلم على 118 في 2012 منظمة شفاء العالمية بتقول انه مصر رقم 118 في دول التي تكافح الفساد لنوصل ل97 ده رقم كبير جدا انا اعتقد في المقدمة شرحت لحضراتكم ده جهاز ازاي منذ اعتراف الدولة المصرية بوثيقة مكافحة الفساد دي كانت اول مرة في 9 ديسمبر 2014 واللي ماضى عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هنا بدأت مجموعة من الخطوات الاصلاحية لمكافحة الفساد ده كان مهم جدا احنا بقى حاسين بانه في حرب للفساد شفنا مجموعة من القضايا اللي رصدتها هيئة الرقابة الادارية يعني ارقام احنا ما كناش نتخيلها انه في بعض الاشخاص بتحصل على هذا الرقم الضخم من اموال الشعب ومن قوتهم كمان فساد في البيروقراطية اللي موجودة في الجهاز الاداري للدولة وده الحقيقة القانون الجديد بيحاول ان هو يتكلم فيه مجموعة الحقيقة من الاصلاحات اللي بتمشي بتوازي مع بعضها عشان نوصل ان احنا نقدر نعرف كويس جدا انه الفساد ده ما يقصرش علينا لانه اجيال كتيرة جدا عانت من هذه المنظومة اسمحوا لي ارحب بضيف وضيف حضراتكم برحب بالكاتب الصحفي الاساس محمد مصطفى رئيس القسم الدبلوماسي بوكلة انباء شرق الاوسط في تفاؤل في تفاؤل لكن الطموح عند الشعب المصري والطموح عند القيادة السياسية المصرية اكبر بكتير مما تحقق حتى الان من حقنا من حقنا بعد ثورتين ومن حقنا في ظل وجود قيادة سياسية بتؤكد يوميا تقريبا تصميمها على محاربة الفساد وقدرتها على الدخول لعش الدبابير اللي اعمال بيكبر بقاله يمكن اربع عقود لا صحيح وتشعب في مختلف المجالات عشان يوصلوا الناس لدرجة قول لا ما بقاش ينفع ان احنا نواجه الفساد لكن طالما بيتعامل اجراءات سليمة شايفين بدايات حقيقية وتحديدا دور جهاز رقابة الادارية دور شديد الاهمية لكن مطلوب معا تكامل من الاجهزة الرقابية الاخرى صحيح علشان خلي بالحضرتك من نقطة انا شخصيا اخشى منها اثقال احد الاجهزة بعب وكم كبير من القضايا قد يؤثر على الفعالية صحيح فانا ابقى مضطر يا اما اوسع حجم الجهاز ده او اعمل حلقات تكاملية معه علشان حجم الانجاز يبقى اكبر والعقل يقول كده والعقل يقول كده بالصحيح في نقطة مهمة برضو احنا لما نكلم عن مكافحة الفساد نتكلم عن مكافحة الفساد في كل حاجة من اول فساد الزوء العام لحد الفساد في المحليات وفي البناء وفي الكافيهات لكن فساد الزوء العام ده مهمة برضو يعني لازم الشكل مصر شكلة وحضرتك برنامج مصر جميلة مصر عشان تبقى جميلة لازم تبقى جميلة شكلا وموضوعا فلازم تحسين في الثقافة العامة عند الناس ثقافة الزوء زي ما فيه تنمية لثقافة مكافحة الفساد يعني من الاخبار الجميلة اللي انا طلعتها في الايام الماضية ان فيه اتفاق بيتم ابراه مبين الرقابة الادارية ووزارة التعليم علشان تدريس حاجات متعلقة بمكافحة الفساد عجبتني الفكرة جدا من حيث المضمون لكن ما نسميهاش بقى بندخل الولاد مناهج متعلقة بمكافحة الفساد يعني خلي واحدة في ظل بوزان التعليم اللي احنا عايشينه كلنا ده بقالنا سنين لكن عندنا امل في الوزيرين الجداد التعليم والتعليم العالي يعني الخارطة مختلفة شوية بتاعتها صحيح بعض السلوكيات اللي كانت موجودة زمان على الكراسة بتاعت المدرسة بتاعتها سمكيات دي كانت مهمة جدا يعني وكانت قد ايه بتأثر وموجودة ومعفورة في ظهر انا مش عايز بقى سميها للطالب مكافحة فساد اه انا عايز اسميها اخلاق الاخلاق علم الاخلاق اللي موجود من قام الفراعن ده فيه اتنين واربعين قاعدة من قام الفراعن قواعد اخلاقية كانت موجودة عندهم بيعلموها للطفل من هو صغير نعم ويفضلوا ملتزمين بها لحد ما يملك يعني انت تقصد سيد محمد انه نرجع مرة تانية للإسم بتاع الوزارة التربية ثم التعليم تربية للاخلاق اه لانه بقى فيه تدهور اخلاق شايفين وكل الان اه هقول له حضراتك مثال كان زمان في الافلام القديمة بتشوف الطبقات القليلة او الدنيا من الشعب نعم الدنيا اجتماعيا او ثقافيا او علميا بتقلد في لغة الخطاب بتاحها الطبقات العليا المصطلحات اللي بيستخدمها بيحاول يتقرب من لهجة خطاب الطبقات العليا احنا دلوقتي في مصر وصلنا ان الطبقات المفروض اكثر ثقافة وعلما بتحاول تقلد الطبقات الاقل الطبقات الاقل فيه مصطلحات وده مؤشر خطير ويقولك عشان اقدر اتواصل معاه بالزبط هنا خطأ اه هو المفروض التاني هو ليطور نفسه يتواصل نفس الحكاية حصلة فيما اتعلق بالمال العام في موضوع الفساد يعني بقى النضيف ممكن يتحرك لتحت مش الفازد هو اللي يتحرك لفوق علشان يحسن من اسلوب حياته وتفكيره بطريقة نازيهة من مسؤول عن الحلقة اللي حضرتك تتكلم عنها دي هل الاعلام هل من يعملونا في الفنون ودي كانت زي ما ليمكن لسه في اللقاء السابق قبل حضرتك كنا بنتكلم على ان مصر كان لها قوة نعمة تتمثل في الفنون والثقافة والسينما وكان جزء مهم جدا من ادواتنا واسلحتنا للتأثير على العالم الاخر طبعا كل دي امور لها تأثير والسينما يعني انا سعيدا هنتطرق لحيط السينما كده نعم بشكل موجز كم انتشو لكن الزوء العام حضرتك بنتكلمه عن السياحة صح؟ واجراءت وزارة السياحة طبعا انا مش شايف ان وزارة السياحة ايه ما بمجهودها كويس يعني انا كنت متصور في السنتين دول اللي السياحة الروسي وقفت ها او السياحة الاوروبي ان اتحرك للسياحة الصينية فورا وانو بقى عندك خطط السين دي بتصدر مش عارف 20-30 عدد ضخم من الملايين السياح نعم عشان ما بحب بقى دقيق ايه مش عايز اقول انا مرخم هائل قد روس كزامر خلينا نحط يعني بشكرك طبعا انا حضارك يعني قلت النقطة دي لكن نحن نتحدث عن حرب عالمية على مصر اه لكن الصين الحرب العالمية بقرار سياسي من دول غربية نعم توقمت معها روسيا لاسباب متعلقة بيها انما الصين عشان كده بقول حضارك الصين تحديدا قرارها السياسي مختلف تماما عن قرار الدول الغربية نعم وبالتالي ما اعتقدش هيبقى فيه نفس العنصر السياسي داخل معانا انما اصلي في السياح الساقح مش هيجيلك علشان الشكل العام للشرع المصري مش كويس يعني الشارع الساقح مش هيجي الشكل العام هنا سلوكياته سلوكياته مروره المرور التنظيم التعامل مع بعض لو ساحة اوروبية مثلا جيه لأ زي ما احنا شايفين كده طول النهار يعني اتمنى قدرت المرور يشتغل على الموضوع ده موتوسيكلات ماشي عكس الطريق طول عمومية عربية العملية بقت غريبة جدا هنا فساد هنا فساد في الزوء العام بامور ممكن معالجتها بشكل بسيط اكيد الناس اللي في المرور مش عايزين كده انما دي سلوكيات شعب قبل ما تكون اجراءات نعم طيب الحاجات الفز اللي فيها فساد متعمد حضرت اللي الناس كلها ده وقت بتكلم عنه عشان نبقى صرحة الخلل الاساسي في منظومة القوانين منظومة القوانين اللي وضعت وضعت بشكل فيه ثغرات متعمدة 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 المشرحة يقصدها ولا انا معرفش بقى مين اللي كان يقصدها اصحاب تغيير المنهج واللغة هم مقدرين على ده يعني اه لانه ما اعتقدش ان المشرحة ممكن يكون وضع يعني صغر في القانون مش المش ما هو انا حضرب لحضرك مثلا انا جيت على شاشة قناة الاخبار ولمفروض خطاع الاخبار والتيفزيون مصر ياخد عمولة خمسة في المية لان وزير الاسكان اخذ الفكرة ونسبها لنفسه اه اصب كلام مسجل هقول لحضرتك اللي حصل وهقول لحضرتك لو عايز من بكرة تقلل اسعار السيارات في مصر هتقللها ازاي بيجراء واحد اتكلمت من حوالي شهر في احد البرامج في تزيون مصري وقلت يا جماعة الدور الارضي في الاسكان التعاوني كله او الاسكان الاجتماعي بيشترى المحلات صحيح صحيح دور الارضي كلها محلات بمليون ونص طيب ده مش ازاي قنن وضعه ازاي اقعد ازاي فيه دفع دفع فساد فساد طيب انا كحكومة عندي امر واقع ان عندي الناس لاحتياجاتها بتعمل محلات طب انا بيع الدور الارضي كمحلات خلاص واخدنا المليون جنيه لو عندي مئة الف وحدة سكنية هيبقى فيه منها عشر تلاف عشرين الف وحدة تتباع محلات هتجيب لي عشرين مليار نعم فوزير الاسكان مشكورا الحمد لله انهم نافذوا قال احنا وفقنا على مقترح ببيع وحدات الدور الارضي سكني كمحلات تجارية دي تجيب حوالي عشر لعشرين مليار نعم وابناء علي قال مش هنرفع اسعار الوحدات الوحدات الاسكان الاجتماعي الجديد نعم ماشي تمام الحمد لله طب بس انا عايز حضرتك بقى يا وزير الاسكان المحلات اللي شغالة بوضع مخالف للقانون واللي فيها مخابس بتاخد حصص دقيق وفيها تصريح تقول لي الحكومة المصرية ورئيس السيسي عاقد العزم على مواجد الفساد بجدية كميات المحلات اللي موجودة بشكل غير قانوني كميات الكافيهات تفاجأ حضرتك في 150 الف كافيه وقهوة في مصر قنين وضعها وتجيب الفلوس بتاعت التقنين دي للدولة مش تروح لجهات فاسد كنت بقول لحضرتك ده كلام قديم حصل هو وزير الاسكان اعلنه قبل التعديل الوزاري بشوال كويس انه في حد بيستجيب عايزين نيقللوا اسعار السيارات نعم تمام انا هقول لحضرتك دلوقتي وحضرتك في البرنامج تاخدوا حق الملكية الفكرية لو عايز اقلل السيارات اسعار السيارات في مصر اللي بقت مش موجودة في العالم ملايين عشان ما استركب عربية دلوقتي بتفع ملايين نعم حضرتك البنوك المصرية تتخذ قرارا يعلن عنه اعتبارا من اول يناير القادم لن يسمح ببيع سيارات بالتقسيد من خلال البنوك المصرية موديلها اقل من موديل 2018 نعم موديلها اقل من موديل 2018 هذا معناه ونسبة التقسيد في السيارات بالنسبة للكاش حوالي 70% نسبة كبيرة يعني نعم ان العربات اللي موجودة اللي نسبة خزانة عشان تقعد تتاجر وتلعب في أسعار الدولار وما الى ذلك موديل 2017 وموديل 2017 لو ما تبعتش السنة دي مش هتتباع فهيتطر يبقوها فهيتطر يبيحها فينزل السعر بتاعها طبعا وهكذا يعني طب الدولار نزل هل الأسعار هتنزل لا ما نزلتش السيارات وقعدين السيارات بالنسبة لي انا دي المؤشر يعني اللي الناس كلها بتتكلم فيه وهي بتتكلم هي الأسعار غالت في البلد ولا لا الناس تسأل على طول على العربيات لأنها واضحة قوي لأنها واضحة قوي لو خفضت مليون سلعة والعربيات بتزيد الناس مش هتختنع فلازم العربيات تحديدا يتم بتقفيد أسعار كويس عشان أخفض ده إجراء أنا باقترحه من خلال برنامج حضرتك وأؤكد لسيادتك إنه حيضمن إن السنة دي بكرة لو أعين القرار هتنزل أسعار السيارات طيب أنا حروح إحنا يعني أنت حضرتك كلمتني عن الفساد وتأثيره على الزوق العام وبنتكلم طبعا على بعض الإجراءات والإقرارات الحقيقة اللي المفروض تتخذها الدولة عشان تقدر تحجم حجم هذا الفساد الكبير اللي موجود وأنا كنت بدرب حضرتك المثالين عشان بدرب حضرتك المثالين بتاع الشوعة وبتاع العربيات عشان أقولك الخلال في القوانين لو حضرتك القوانين مظبوطة وجبت أي شخص حيشتغل بيها مش حقا فيها أحسن قوانين يا سيد محمد إحنا من أفضل الدول اللي وضع يتقوانين على مستوى العالم والدستور عملنا بس لسه قوانين بتاعته ما تعملتش عايزين نعملها صح لكن الحقيقة تباطئ الإجراءات أو بطئ الإجراءات التقادي أنا أعتقد هنا ده برضو فساد إنه بيوصلنا لأنه ناس كتير جدا بتخسر أموالها ناس كتير جدا ما بتاخدش حقوقها ونظرا لأنه المحاكم مكدسة بملايين القضايا بس لو القوانين مظبوطة نعم عدد القضايا حيقل جدا فالقضايا حيقل طيب كلمني سريعا وده سؤال الأخير مع حضرتك يعني منظمة شفية العالمية طلعتنا من التصنيف 118 في 2012 لغاية 97 وده كان إجراء مهم جدا بعد ما سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 9 ديسمبر 2014 مضت الحكومة المصرية وثيقة مكافحة الفساد وضعت الاستراتيجية الوطنية وده كانت مهمة قوي اللي هما شغالين عليها الجوانب الإجرائية والقانونية مهمة تأكيد التزام مصر بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد ولتحقيق النزاه أمر شديد الأهمية إحنا ما نتحركش في سياق منعزل عن العالم لكن الأكثر أهمية إن إحنا بنعمل ده دلوقتي علشان مصلحة الشعب المصر أنا مش بعمله علشان أرضي دول أخر أنا بعمله علشان شعبي محتاج ده علشان مصر لا تملك رفاهية تحمل مزيد من الفساد بعد الآن علشان إحنا دولة طموحة وأنا بقول لحضرتك بكل واقعية وأنا مش شخص بنافق ومش متعود على كده إحنا تحديداً دلوقتي في المرحلة اللي بيسموها عنق الزجاجة يحعدي وتحمل الضغط اللي علامة جنبين عشان أرجع للزجاجة جوة تاني يا إما حطل على قدام وأخوك لقفه قواسة نتمنى تضافر كل أجهز الدولة أجهز الرخبية دلوقتي في شغل مختلف حضرتك شايفينه والعالم كله شايفه وأنا فجأت مثلاً حضرتك كنت بتكلم على الإعلام أحد الحالات الغريبة في أحد الشخصيات بتكلم على الفساد يقول لك لا الخابة القدرية ما تعلنش لليه دا حدي مؤشر برا فيه فساد يا سلام ما الناس شايف الفساد يا سيد انت عايزوا بجانا يسكتوا ما يقولوش انهم عايز أقول لحضرتك سيد محمد انه يعني في طبيعة الشارع المصري انهم هم مبسوطين جداً انه بيشوفوا القضايا دي وبيعتفعلوا معها وبنشوفها ان هي بتنتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير جداً ده معناه انه خدوا بالكم ان احنا متابعين ونفسنا ان ده يستمر وان احنا نمسك كل الفسادة عشان بعد كده ننطلق لأفاق أفضل يعني سيد محمد نورطيني في مصر جميلة شكراً جزيلاً لحضرتك وبالتأكيد زي ما بنقول دايماً انه التفاعل التفاعل موجود لانه مش هنروح بعيد عندنا المشكلة وكلنا عارفينها لازم احنا كمان نشارك زي ما بقول لحضرتكم لشوف حاجة من فضلك روح بلغ ما تخافش ابداً بعد الفاصل فقرتنا الاخيرة ان شاء الله وفقرت شوية فن وهيكون معايا المطربة هانيا محمد سليم مطربة قراءة الأطفال الأوبرا وعازف العود يحيى هاني كمال بعد هذا الفاصل شكراً جزيلاً شكراً